حل مشكلة توقف مصنجر عن العمل هذا موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم أهلا بكم في قناة ياسمين عشور ياريت قبل ما نبدأ فيديو النهاردة تعملوا لايك للفيديو ده والأول ما نتشوف قناتي تعملوا اشتراك في القناة فيديو النهاردة كده هنتكلم على مشكلة توقف مصنجر عن العمل أو أي عطل في المصنجر أي حاجة في المصنجر هتعمل الخطوات دي وإن شاء الله المصنجر هيبقى كويس معاك طيب أول خطوة معايا كده بنروح على كلمة الضبط أو كلمة الإعدادات عندك على الموبايل بنضغط عليه هننزل كده وهنجيب كلمة التطبيقات وبنضغط على كلمة التطبيقات وهنا في البحث جانب كلمة التطبيقات أعلمة إيه البحث كده بضغط عليها وببدأ أن أنا أكتب فيسبوك لأن هو اسمه على الموبايل فيسبوك هنا هنضغط عليه كده هتلاقي شكل المصنجر بتضغط عليه وبنبدأ ننزل هنا ونضغط على كلمة مكان التخزين بنضغط عليها ونروح على مسح التخزين المؤقت بضغط على مسح التخزين المؤقت وخلاص كده تمام وهنروح على المسنجر هشوف طبعا المشكلة بتاعتك وبتفتح كده المسنجر هل تم حل المشكلة ولا تاني خطوة معي بنروح على الضبط برضو عندك على الموبايل وبننزل كده وبنختار كلمة التطبيقات وبنضغط كده ونكتب فيسبوك وبنختار المسنجر وعندك هنا اقاف اجباري ببدأ ان انا اضغط على اقاف اجباري هنا هنضغط على موافق انا وقفت التطبيق دلوقتي اقاف اجباري وبنروح تاني نفتح التطبيق ونشوف المشكلة بتاعتنا طبعا اول خطوة ممكن دي تاني خطوة معي اول خطوة ممكن تنفع في الموبايل بتاعك تاني خطوة ممكن تنفع في الموبايل بتاعك وهنشوف تالت خطوة كده دلوقتي عملت له اقاف اجباري بحدث وبشوف نفس المشكلة اتحلت معي خلاص متحلتش معي اخر حاجة بقى بروح على متجر بلاي ان ده شكل متجر بلاي بقى اضغط افتح متجر بلاي وبكتف في البحث ماسنجر بفتح الماسنجر كده وبضغط على كلمة تحديث طيب اضغطنا على كلمة تحديث وبرضو المشكلة متحلتش اخر حاجة بنلغي بقى التطبيق وبنرجع نعمله الغاء التثبيت وبنرجع نحمله تاني عندي على الموبايل المشاكل بتتحل من خلال الاربع طرق دول جربهم وقل رأيك في التعليقات مشكلتك تحلت ولا وقل لي مشكلتك برضو في التعليقات وان شاء الله نلاقيها لها حل وانا برض على كل التعليقات ياريت لايك الفيديو واشتراك في القناة كانا معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته